أشهد أن لا إله إلا الله المصيبة إذا نزلت على الإنسان وهو على خير فهذا ابتلاء فهو ينتفع بهذه المصيبة يكفر الله تعالى به من سيئاته ويزيد من حسناته ويقترب من ربه سبحانه وتعالى أكثر أما إذا نزلت المصيبة على الإنسان وهو على الشر فهو أمام أمرين إن اعتبر والتعظى وكانت سببا في رجوعه عن الإساءة فهذه المصيبة كانت خيرا له ورحمة أما إن بقي على فجوره أو كفره وأصر على معصيته فإن مرضه لا ينفعه وكانت مصيبته عقوبة له ولذلك الله عز وجل يبتلي الناس بالأمراض والمصائب لعلهم يتضرعون كما قال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون أي لعلهم يرجعون إلى الله بالطاعة والإنابة والتوبة فلا يمكن أن نعمم أن الكورونا عقوبة من الله تعالى للصينيين ترى الصين فيها مسلمين أيضا بالملايين فهل أيضا هذا المرض عقوبة لهم؟ هكذا تضطر بالأحكام إن كان يبنيها الإنسان بناء على عاطفته وريسة وفق شرع الله تعالى ودينه ترجمة نانسي قنقر